تابعنا مع حضراتكم طبعا تخطيط زمانة محمد توفيق من مؤتمر الصحفي الكارلوس كيروش رجل يعني خلينا لخص حضراتكم النقاط الأساسية اللي تكلم فيها الرجل تكلم على الأهداف، تكلم على الاختيارات، تكلم على التحضير، وتكلم على العقلية الخاصة باللعب المصري نتكلم مع كابتر رمضان السيد طبعا براحب بيك مرة تانية كابتر رمضان بداية إجمالا كنت شايف المؤتمر الصحفي والمحاورة أو النقاط الأساسية اللي ركز عليها مستر كارلوس كيروش إزاي؟ يعني أعتقد أنه أتكلم في 3-4 حاجات الحقيقة مهمين جدا يعني يمكن بس يمكن أنا عاوز أعلق الحقيقة حياتة الاختيارات لأن الاختيارات دي أنا بيعتبرها يعني الأساس يعني من رقم واحد لرقم مليون تجيت على الجرح، هي نقطة بصر الجدل الحقيقي في المنتخب المصري الاختيارات كارلوس كيروش وأنا يمكن برضو أنا بواجه برضك الحقيقة رسالة يحمد الحقيقة للجهاز المعاون دية ومحمد شوقي وأسام الحضري الجهاز المعاون لازم يبليه دور يعني واضح من الرجل شخصية القوائق بس هي يعني ماشئة بس أنا يعني أوصل أوصل مثلا معلومة في الاختيارات يعني أنا النهاردة لما أجي دية ومحمد شوقي عارفين أن محمد شريف لا يمكن هيدليك في حتة الجناح دي بالشكل اللي هو الحقيقة في الفورما اللي هو عليها لو لعبته مهاجم ما لازم أتكلم معاه في حتة الاختيارات المباراتين الليبيا الحقيقة كان فيه مشكلة كبيرة جدا استبعاد محمد شريف وستبعاد أفشا أنا بس يعني أنا نفسي هو حد يسأله يقوله يعني الاستبعاد دا كان ليه هو فلسفته مش واضحة لغاية الوقت يعني أنا افترضت بعد الافترضات هو الرجل يبدو أنه عايز يوصل رسالة أنه أنا صاحب الكلمة الأولى والأخير ومن الوالد كمان أنه يكون مقتنع مثلا بالعيبة زي شريف وأفشا في المطش بتاع مطشين ليبيا أو مقتنع بالعيبة زي مثلا رمضان وإحمد سيد زيزو في مطش أنجولا بس إيه بيضغط عليهم عشان يستنفر يطلع من عندهم الأفضل يعني يعني الحقيقة الاختيارات دي حاجة مهمة جدا وكان في التجمعين الحقيقة التجمع الأولاني استبعد محمد شريف واستبعد أفشا والتجمع الثاني استبعد زيزو واستبعد رمضان صبح ورغم أنت لما تجي تحسبها وتجي تعملها تقييم أن أمر مرموش كان مصاب طبعا ما أنت عندك بقى رمضان صبحي بيقوم بالدور دول الحقيقة والعشرين دقيقة للعيبهم رمضان صبحي في مبارات ليبيا كان منتج جدا أحرز هدف واشتغل بشكل كويس قوي وفي لعيبة حتى لو رجعت شوية عن مستواها الأربع أسمائها حتى قلتهم شريف، أفشا، رمضان، أحمد سيد زيزو لو حتى بعيد لازم يكون موجودين لأنه دول هيكون لهم أكيد دور أساسي مع المنتخب لازم يبقى حاضرين معك بيشتغلوا معك حتى لو عادتهم على الدكة جنب منك بالزبط يعني ده مهم جدا من وجهة نظرك ده دور الجهاز المعاون أنا في رأيي دور مهم جدا للجهاز المعاون يعني ما فيش حاجة اسمها دكتورية في حيث المدير فني أن أنا رأي وبس ومش أخد برأي حد طب أنت واخدت معاك الجهاز المعاون ليه وهنا الجهاز المعاون ده اسمه جهاز المعاون هيعاونك فيه التغييرات هتستشيله فيه الاختيارات هتستشيله فيه لعيبة مثلا أنت مثلا حاجتها في موظفها في مراكز لا ده مش مركز ده ما إدارش يديني فيه الحاجات ده كلها لازم يعني مهم جدا يعني أنا في رأيي أن إحنا لو إحنا عملنا الاربعين دقيقة دولة بتوع مطش الأنجولة في المباراة اللي جاية اللي هي المباراة الفاصلة أعتقد أن أنت بش ترجع للمباراة تاني طيب هو تكلم على المباراة الفاصلة دي وخلينا أبقى صريح مع حضرتك الناس حتى دي على قلبها يعني الناس في مصر النهاردة مش خايفين من كاس العرب ومش خايفين من بطولة أفريقيا خايفين أكتر من المطشين بتوع مارس وهو أتكلم في ده النهاردة وقال لك أنا عيني كاس العالم بالنسبالي مش ديسمبر 22 كاس العالم بالنسبالي مارس 22 وده الصح خلينا أقول حقيقة منتخب مصر بقاله كتير ما قابلش فريق من العرد تقيل بالضبط وبالتالي الناس مش قادرة تحط إيديها على المستوى اللي فيه المنتخب منتخب يطمن ولا ما يطمنش لو قعنا في موجة فرقة من العرد تقيل هنقدر ولا هنعيني وهي دي المشكلة الكبيرة الحقيقة لأن احنا لغاية دلوقتي ما فيش اطمئنان على الحالة الفنية والبدانية لمنتخب مصر والتجانس اللي يبقى مفروض موجود الحقيقة لأن احنا برضا كل المبارات اللي احنا قدناها حتى مباراتين لليبيا أعتقد مستوى أقل يعني أقل هو احنا تصفية أفريقيا وتصفية كاس العالم ما شفناش فيها فرقة من ما فيش فرقة قوية ما لعبناش فرقة قوية فدي كمان مهمة جدا انت بتتكلم دلوقتي على الحقيقة مبارات المبارات الفصلة مبارات احنا نلعب مين او نقابل مين هو قال حاجة كويسة بس بشرط الحاجة اللي قالها دي انه هو ما يهموش يعني مفروض بقى ان انا ازاي هعدي فرقتي وازاي هعدي التيم بتاعي لأي حد بقى جاي